المسلم قبل أن يدخل في الصلاة لابد أن يأتي بشروط الصلاة الشرط الأول الإسلام الثاني العقل فلا يصحن يصلي المجنون أو السكران والتمييز التفريق بين الأشياء فالصغير إذا يعرف القيام والقعود أن هذا نار فالصلاة صحيحة والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة ولابد من رف الحدث يعني قبل أن يدخل في الصلاة يتوضى أو يغتسل ولابد من إزالة النجاس عن ثلاثة أشياء عن البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه ولابد من ستر العورة وأخذ كامل الزينة في الصلاة استقبال القبلة استقبال الكعبة استقبال مكة ولابد من دخول الوقت لا يصحن أن يصلي الصلاة قبل الوقت ويحرم إخراج الصلاة عن وقتها إذا أتى بهاً دي الشروط هو الآن لابد من دخول في الصلاة لو والي كمودمس يموذلي لو وكيجرى نوكرو غمّا ويحالي ديكوهوية والله أعلم ويحالي ديكوهوية